موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من دروس اللغة العربية للصف العاشر الثنوي موضوعنا اليوم دور المرأة في أحداث الهجرة وهم مجال القراءة لزيادة الخبرة في مجال معين سنكمل في هذه الحلقة ما بدأناه في حلقة السابقة في الحديث عن دور المرأة المهمة في خدمة الإسلام وسنتناول في هذه الحلقة نموذجين أو شخصيتين من النساء اللواتي كان لهن دور كبير في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سنتناول ذلك بالشرح والتفصيل ولكن بعد فاصل قصير فتابعونا مرحبا بكم من جديد عزيز الطالب في هذه الحلقة وهي من مجال القراءة لزيادة الخبرة في مجال معين وموضوعها دور المرأة في أحداث الهجرة ونريد أن نستكمل في هذه الحلقة ما بدأناه في حلقة سابقة وأن نتحدث عن دور المرأة عن دور رقيقة بنت أبي صيفي ودور أسماء بنت أبي بكر في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة الإسلام في الهجرة النبوية ونبدأ بقراءتنا لهذه الفقرة تقول الكاتبة وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة في هذه المرحلة الشاقة والخطرة محطة ثاني نتوقف عند أولاهما مع رقيقة من تأبي صيفي ابن هاشم ابن عبد مناث وهي امرأة مسنة ناهزت حد الهرم فقد جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتنقل إلى مسامعه تفاصيل المؤامرة التي حيكت خيوطها بسرية تامة وخفي خبرها عن الناس جميعا إلا عن رقيقة التي كشفت أمر قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته كيف اعتمرت به قريش ليقتله ليلة وحذرته من المبيت في فراشه كما أشارت عليه بالرحيل من بيته توا معنى كلمة ناهزت قاربت ناهزت حد الكبر أي قاربت حد الكبر وبلغت الهرم وهو كبر السن وأتمرت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمرت أي تشاورت في إذائه كذلك ليغادر توا أي لا يعرجه شيء ولا يؤخره شيء أو يبطئه شيء ويمنعه عن الخروج أذكر معنى كل كلمة تحتها خط فيما يلي وفق سياقها رقيقة امرأة ناهزت حد الهرم رقيقة امرأة ناهزت حد الهرم ناهز اللاعب الفرصة وأحرز هدفا ناهز العداء منافسه في العبارة الأولى رقيقة امرأة ناهزت حد الهرم ناهزت بمعنى قاربت حد الهرم ناهز اللاعب الفرصة وأحرز هدفا أي انتهزها واغتنم الفرصة ناهز العداء منافسه أي سابقه بعد ذلك بين الدور الذي قامت به رقيقة في إفشال هذه الخطة خطة قريش التي أرادت فيها قتل النبي صلى الله عليه وسلم تنصتت رقيقة من تؤبي صيفي على دار الندوة وهو المكان الذي دبرت فيه الخطة وعلمت بتفاصيل المؤامرة ثم سارعت بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره مما دبرته قريش ما وجه البطولة في دور رقيقة؟ أي أن تخبر أحدا بسر هل في ذلك بطولة أو شجاعة؟ نعم في فعل رقيقة بطولة نادرة ما هي؟ تتمثل البطولة في أنها خاطرت بحياتها عندما تنصتت على حديث القوم في دار الندوة هذا بداية كذلك وهي مرأة مسنة لا تتحمل بطش قريش بها في هذه الفقرة تقول الكاتبة عزيز الطالب ولم يتردد النبي صلى الله عليه وسلم في تصديق خبرها لا سيما وأن الوحي كان قد نزل عليه ينبهه من مكر قريش له فاستمع لنصيحتها وفارق مهبط نبوته وترك ابن عمه علي رضي الله عنه ينام تلك الليلة في مكانه ليوهم القوم أنه ما زال في فراشه وخرج من الدار من دون أن يراه أحد من الناس واتجه لساعته إلى دار أبي بكر رضي الله عنه ليخبره بإذن الله له بالخروج والهجرة من مكة فقال له أبو بكر رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة أي لك الصحبة معي في هذه الرحلة يا أبا بكر وكان أبو بكر قد أعد راحلتين استعدادا لهذه الرحلة التاريخية فخرج والنبي صلى الله عليه وسلم من خوخة من ظهر بيته ثم عمد معا إلى غال ثور بأسفل مكة فدخلاه وأقام فيه ثلاثة أيام وأمر أبو بكر رضي الله عنه ابنه أو أمر ابنه عبد الله أن يسمع لهم ما يقول الناس فيهما نهارا وأن يأتيهما إذا أمس بما يكون في ذلك اليوم من الخبر خرج من خوخة أي من فتحة كانت في الباب ثم عمد أي قصد واتجه إلى غال ثور بأسفل مكة ولكن عزيز الطالب لماذا اتجه إلى غال ثور الله سبحانه وتعالى يقول وأذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويقول أيضا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هذه الصورة عزيز الطالب هي لغاية الثور التي اختبأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لمدة ثلاثة أيام اختبأ في هذا الغور وقد أنزل الله سبحانه وتعالى آياته إذ منع قريشا أن تكتشف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نقول قبل ذلك غادر الرسول صلى الله عليه وسلم غار ثور يوم الاثنين أول يوم من ربيع الأول ودخل المدينة المنورة يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول الموافق السادس عشر من تموز يوليو سنة 226 للهجرة نلاحظ في هذه الصورة عزيز الطالب أن الطريق من مكة إلى المدينة على الذاهب من مكة إلى المدينة أن يأخذ طريق الشمال فيتجه من مكة إلى المدينة وهذا الخط الذي باللون الأحمر هو معبر القوافل والتجارة من مكة إلى المدينة لكن رسول صلى الله عليه وسلم خالف ذلك فاتجه بدلا أن يتجه شمالا اتجه جنوبا إلى جبل ثور في هذه النقطة وجلس فيها هو وأبو بكر لمدة ثلاثة أيام ثم سلك طريقا يخالف باللون الأخضر يخالف طريق ماذا؟ يخالف طريق القوافل حتى وصل إلى المدينة المنورة وهذا من الأخض بالأسباب كما سنرى بعد قليل لم يتردد النبي صلى الله عليه وسلم في تصديق خبر رقيقة بنت أبي صيفي فبما تعلل ذلك؟ أحسنت لأن الوحي كان قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم وأخبره بتفاصيل المؤامرة فجاء خبر رقيقة تصديقا لما جاء به الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الهجرة كانت أمرا من الله إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ كافة أسباب الحيطة والحذر وضح ذلك من خلال الفقرة التي نعرضها وكما شرحنا في الصورة أيضا قبل قليل بداية ترك ابن عمه علي ينام تلك الليلة في مكانه خرج من الدال من دون أن يراه أحد من الناس الصحبة الصاحبة أبا بكر عمد معا إلى غار ثور بأسفل مكة وقام فيها ثلاثة ليالي إذن من دلائل حيطة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك ابن عمه علي رضي الله عنه في الفراش كذلك خروجه سرا دون أن يعلم به أحد أيضا اتخاذ أبا بكر رفيقا في طريقه إلى الهجرة أيضا تغير وجهته أو تغير وجهته إلى غار ثور أخذا كل ذلك عزيز الطالب من باب الأخذ بالأسباب إذن قولوا إنه لا ينافي الأخذ بالأسباب التوكل على الله عقلها وتوكل وضح ذلك من خلال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اتح ذلك من خلال ما ذكرناه قبل قليل بداية ترك ابن عمه في فراشه ثم خروجه سرا بعد ذلك اتخاذه رفيقا في الهجرة تغير وجهته إلى غار ثور وأخيرا تعين من يأتيه صلى الله عليه وسلم بالأخبار وهو عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله من قائل العبارة السابقة ومن مناسبة أحسنت قائل هذه العبارة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه والمناسبة عندما أذن للرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة أراد أبو بكر أن ينال شرف الصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عزيز الطالب ضرب الصحابيان الجليلان أبو بكر وعلي رضي الله عنهما في حدث الهجرة مثلا في الفداء وضح كيف كما رأينا علي بن أبي طالب نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وكادت أن تقتله قريش وكادت أن تقتله قريش أما أبو بكر فقد عزمت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ورصدت مئة رأس من الأبل ومن النوق مع ذلك خاطر وخرج ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة هاتي من الفقرة التالية صورة بيانية وبين نوعها وقيمتها الفنية أحسنت المؤامرة التي حيكت خيوطها بسرية تامة لنسأل أنفسنا سؤالا هل المؤامرة ثوب يحاك إذن شبه المؤامرة بالثوب الذي يحاك ويخاط ثم حذف المشبه به فنقول هي استعارة مكنية وقيمتها في أنها تجسد دقة التدبير والتخطيط لهذه المؤامرة بيّن نوع التصوير في قولها فارق مهبط نبوة ما المقصود بمهبط النبوة؟ أحسنت مكة إذ فارق مكة إلى المدينة إذن فيها كناية عن مكة ونوعها كناية عن موصوف فمكة وصفت بأنها مهبط نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي ننتقل الآن عزيز الطالب بعد هذا الحديث المفصل عن رقيقة ودورها في الهجرة النبوية ننتقل الآن إلى دور أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما جميعا تقول الكاتبة وإذا كانت المحطة الأولى في هجرة الرسول من مكة مع رقيقة وهي المرأة العجوز الطاعنة في السن التي كتمت بحكمتها خبر المؤامرة عن ابنها المشرك وهو مخرمة ثم أثل أسلم بعد ذلك وذهبت بنفسها لتخبر الرسول بما دبر له أعداؤه من مكيدة فإن المحطة الثانية تلتقي مع صبية من الصبيات اليافعات الناشئات إذن فقرة الماضية تحدث عن امرأة كبيرة طاعنة في السن هي رقيقة الآن نريد الحديث عن امرأة صبية يافعة وهي أسماء بنت أبي بكر وهي أسماء بنت أبي بكر التي كانت كما تذكر كتب التاريخ تقوم بما يقوب به الرجال الأشداء في تلك المرحلة الصعبة من حياة الرسول لا سيما وأن عيون الأعداء كانت تترصده من كل ناحية وصوب لينقضوا عليه انقضاد الرجل الواحد فيقتلوه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم المرأة الطاعنة في السن هي الهرمة الكبيرة في السن اليافعات من شارفنا الاحتلام وكنا دون المراهقة تترصد قريش النبي أي تترقب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لتدبر له المكيدة وهي الخديعة والمكر عيون أي أنظار لينقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليندفعوا بسرعة فيقتلوه بعد ذلك اذكروا معنا كلمة عيون في كل جملة من مائتي عيون الأعداء كانت تترصده أحسنت أي أبصار الأعداء وأنظارهم نشر الأعداء عيونهم ليتجسسوا عليه أحسنت عيون هنا بمعنى الجواسيس بما دللت الكاتبة في الفقرة السابقة على بطولة أسماء رأينا قبل قليل بطولة رقيقة بنت أبي صيفي التي خاطرت بحياتها وهي مرأة طعنة الآن ما هي بطولة أسماء أحسنت تقوم بما يقوم به الرجال الأشداء في تلك المرحلة الصعب من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن دللت على ذلك بأن أسماء قامت بما يقوم به الرجال الأشداء في مرحلة شديدة من الصعوبة وهي الفتاة اليافعة أختر المكملة الصحيحة لما يلي لينقضوا عليه انقضاض الرجل الواحد التعبير السابق من قبيل الاستعارة المكنية التشبيه البليغ الكناية عن موصوف أم التعبير الحقيقي نلاحظ انقضوا انقضاض الرجل الواحد إذن شبه هذا الانقضاض من انقضاض الرجل الواحد وهي على صورة المفعول المطلق إذن في هذه الصورة أو في هذه العبارة تشبيه البليغ ثم تقول الكاتبة بعد ذلك وكانت أسماؤه تؤمن زادا للرسول صلى الله عليه وسلم الذي آمنت به ولأبيها وهم في غير ثور مساء كل ليلة كما أنها كانت تنقل إلى مسامعهما كلما كانت تسمعه أو تراه طيلة النهار دون أن تهتم إلى ما كان يعترضها من عقبات واخطار أقلها الموت الزؤام فقد حدث أن داهمها مرة أبو جهل بن هشام وهي على مقربة من الغار وراح مع معه من الأشرار ينتزعون سرها من قلبها ولكن دون جدوى مما أثار حافظة أبي جهل فلطم الصبية على وجهها لطمة أطارت قرطها من أذنها فسقطت أسماءه على الأرض باكية ولكنها أبت أن تشفي غلة أبي جهل فلم تبح له بالسر الذي حاول أن ينتزعه منها غصبة فتركها وهو يتميز غيظا من عنادها وشجاعتها الزاد هي كانت تؤمن الزاد كانت أسماءه تؤمن الزاد وكل ما يتزود به الإنسان من طعام وغيره قرطها ما يعلق في شحمة الأذن من حلي والجمع أقراط قراط قروط وقرطة أما أثارت حافظة أبي جهل أي ذاكرة أبي جهل وكان أبو جهل يتميز غيظا أي يتقطع قلبه غيظا وحسرة غلة أبي جهل أبت أن تشفي غلة أبي جهل أي عطش أبي جهل والجمع غلل استخدمت الكاتبة كلمة حافظة للدلالة على معنى معين في هذا السياق فهذا الاستخدام صحيح نجد أن هذا الاستخدام غير صحيح لماذا؟ الذاكرة تعني الحافظة والكاتبة تقول أثارت أسماءه حافظة أبي جهل أي غضب أبي جهل إذن على الكاتبة أن تقول أثارت حافظة أبي جهل وهي بمعنى الغضب لأن كلمة الحافظة تعني الذاكرة وهو ما لم تقصده الكاتبة وإنما أرادت الحافظة وهي الغضب اضبط كلمة هذه الكلمة التي بين القوسين وبين معناها فيما يلي أبد أن تشفي أبي جهل زادت الأرض أحسنت أبد أن تشفي غلة أبي جهل أي غضب أبي جهل وشدة الحرارة والعطش والمقصود تحرقه لمعرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم زادت غلة الأرض أحسنت وهو الدخل من كراء دار أو ريع أرض إذا زرعت أرضا ثم أنتجت لي ثم أتى هذا الإنتاج بمال هذا يسمى الغلة ما دور أسماء رضي الله عنها في الهجرة النبوية الشريفة لحظنا أن لها دورا مهما وكبيرا كانت تأتي بالزاد وكانت تنقل الأخبار في ظل هذا الخطر الشديد إذن نقول عزيزي الطالب تأمين الزاد للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى غار ثور إلى هذه المسافة وقريش تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتراقب أسماء في ظل هذا الحر وفي ظل هذه المسافة هناك الكثير من الأخطار التي كانت تحف هذه المهمة إذن ما يكتنف العمل من مخاطر واجهتها أسماء الصبية اليافعة أقلها الموت الزؤام حدث أن داهم مرة أبو جهل بن هشام أسماء وهي على مقربة من الغار فما الذي حدث كما رأينا عزيزي الطالب حاول أبو جهل أن انتزع السر من قلب أسماء فأبت أن تجيبه فلطمها لطمة قوية حتى أطارت هذه اللطمة القرط الذي كان في أذن أسماء ولم تجيب أبو جهل بن هشام ولم تخبره بالسر بعد ذلك اختر المكملة الصحيحة من بين البدائل التالية اعترضت أسماء أخطار كثيرة أقلها الموت الزؤام وكلمة الزؤام تعني العاجل البشع البطيء المتوقع أحسنت الموت الزؤام هو الموت العاجل والسريع موقف أسماء من أبي جهل في الفقرة يدل على فتنتها وذكائها ثباتها وشجاعتها حلمها وصفحها عفتها وورعها أبو جهل كان من صناديد قريش كان من كبار الكفار وكان رجلا قويا مع ذلك أسماء استطاعت وهي الفسات اليافعة الصبية أن تواجهه إذن هذا الموقف يدل على ماذا أحسنت يدل على ثباتها وشجاعتها التصوير فيه ينتزع سرها من صدرها من قبيل التشبيه البليغ الاستعارة التصريحية الاستعارة المكنية الاستعارة التمثيلية تأمل معي هذه الصورة عزيز الطالب هل السر ينتزع من القلب؟ بالتأكيد لا ما ينتزع وما يخذ هو الشيء المادي إذن شبه السر بالشيء المادي الذي ينتزع وحذف المشبه به فهي أحسنت هي استعارة مكنية أذكر نوع كل صورة والمعنى الذي أوضحته فيما يلي لطمة أطارت قرطها من أذنها أحسنت كما ذكرنا قبل قليل فيها كناية عن شدة اللقمة أبت أن تشفي غلة أبي جهل ذكرنا أن الغلة هي شدة العطش والمقصود هنا غضب أبي جهل أن تشفي غلة أو غلة أي غضب أبي جهل إذن شبه الغضب بالغلة وحذف المشبه فهي استعارة تصرحية إذن استعارة تصرحية تجسد مدى شوقه إلى معرفة السر بعد ذلك عزيز الطالب دعنا ننتقل إلى هذه الفقرة ولم تكن نباهة أسماء الطفلة اليافعة لتقف عند حد إخفاء السر عن الأعداء بل تجاوزتها بما وهبها الله من فطنة وذكاء إلى إخفاء خبر الهجرة حتى عن أقرب المقربين إلى أبيها وهو جدها أبو قحافة والد أبي بكر وكان شيخا ضريرا وقد نقم على ابنه أبي بكر لأنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ماله كله معه من دون أن يترك لعياله شيئا ولكن أسماء استطاعت أن تهدئ من روع جدها اضطمأنته بأن أباها لم يأخذ شيئا وفي الحقيقة لم يترك لأولاده شيئا إنما أرادت الصبية أن تسكن من روع جدها الهريم العجوز وكعادتنا بعد قراءتنا للفقرة نقف مع معاني هذه الكلمات كان الجد شيخا ضريرا أي أحسنت كان أعمى وقد نقم على ابنه أي غضب عليه فكانت تهدئ من روعه أي من فزعه بما دللت الكاتبة في الفقرة السابقة على نباهة أسماء لما نقم أبو قحافة والد أبي بكر على ابنه أبي بكر لأنه لم يترك العيالي شيء يروى أنها أتت بكيس فيه شيء من الحصة ثم أعطته لجدها فتلمسه وكان شيخا ضريرا أعمى فظن أن فيه مالا فهدأ روعه وهي لم تكذب فلم يترك لهم أبو بكر شيئا سوى ما في البيت وما في البيت غير الحصة قد أخذ المال والزاد لتزود به في طريقه لكنها استطاعت بحيلتها و بفطنتها و ذكائها أن تهدئ من روع جدها إذن نقول أخفت خبر الهجرة عن أقرب المقربين إلى أبيها كذلك استطاعت أن تهدئ من روعه إخفاؤها خبر الهجرة و كيف هدأت من روع جدها و سميت أسماءه بذات النطاقين و هي ما زالت صبية يافعة و السبب في هذه التسمية يعود إلى أنها عندما وافت الرسولة في الليلة الثالثة في غالي ثور و هي الليلة التي أزمع فيها على مغادرة الغار إلى بلاد الأنصار ذهبت أسماءه لتعلق السفرة فإذا ليس فيها عصام فحلت نطاقها بذكاء و شقته اثنين فعلقت السفرة بواحد و انتطقت بالآخر فأطلق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء ذات النطاقين و ارتحل ركب رسول الله بعد ذلك و لا أحد يدري أين توجه رسول الله كانت أسماء فتاة يافعة أحسنت هي من شارفت البلوغ و كانت دون المراهقة و ذكرنا اليافعات من الأمور هي الأمور العظيمة و اليافعات من الجبال هي الجبال المرتفعة وافت أي أتت في غار هو البيت المنقور في الجبل و يجمع على غيران و قد أزمع رسول الله و أبو بكر على الرحيل أي عزم و ثبت و جد في إمضاء الأمر عزمت على الرحيل أو أزمعت على الرحيل أي عزمت على الرحيل و أمضيت أمري في ذلك و من المفردات في هذه الفقرة كذلك عزيزي الطالب السفرة و هي ما يحمل فيه طعام المسافر و جمعها سفر كذلك عصام و هو حبل تشد به القربة و تحمل و تجمع على عصم و أعصمة و قد شدت بهذا العصام أو حاولت تمزيق نطاقها بداية النطاق هو الحزام الذي يشد به الوسط و يجمع على نطق الركب هم الراكبون و هم العشرة فما فوق و تجمع على أركب و ركب بعد ذلك لماذا لقبت أسماء رضي الله عنها بذات النطاقين نجد أنها أخذت نطاقها ثم قطعت إلى نصفين انتطقت بحدهما و علقت السفرة بالنطاق الآخر فلقبها النبي صلى الله عليه وسلم بذات النطاقين في هذه القصة عند موافة الرسول أو عند موافة الرسول في الليلة الثالثة و لم تكن عندها عصام فخلت نطاقها بذكاء و شقته اثنين فعلقت السفرة بواحد و انتطقت بالآخر فأطلق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء ذات النطاقين أختر المكملة الصحيحة من بين البدائل التالية عندما لقب النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بذات النطاقين كان ذلك مدحا لتصرفها وصفا لحالها مشفقا أو إشفاقا عليها أم مداعبة لها أحسنت كان ذلك مدحا لتصرفها أذكر المحسن البديعي و قيمته الفنية فيما يأتي وهي الليلة التي أزمع فيها على مغادرة الغار إلى بلاد الأنصار نلحظ المحسن البديعي في مغادرة الغار وبلاد الأنصار انتهت العبارة الأولى بالراء ثم انتهت العبارة الثانية بنفس الحرفة والراء إذن عندنا سجع والسجع دائما ما يعطي جرسا موسيقيا و يكون هذا الجرس وقيعة أو جميل الوقع على السمع والأذن إذن المحسن هو السجع و يحدث جرسا موسيقيا تطرب له الأذن وهكذا عزيز الطالب كان هذا الموضوع توكيدا لواقع المرأة في ظل الدعوة الإسلامية و مساهمتها الفعالة في بناء حضارتها و انتشارها فقد كان للمرأة دور في هذا الحدث العظيم أي في هجرة الرسول من مكة إلى يثرب منذ أن لجأ إلى غير ثور إلى أن غادره مهاجرا إلى أن وصل إلى مدينة يثرب آمينا و مغيما و بهذا عزيز الطالب نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم والتي كانت من مجال القراءة لزيادة الخبرة في مجال معين و موضوع دور المرة في حداث الهجرة آمل أن تكونوا مستفدتم من هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة